هكذا بدت شوارع القطاع صبيحة مجزرة دموية ارتكبها الاحتلال في نابلس محل وبنوك ومدارس وجامعات ورياض أطفال أغلقت أبوابها بعد أن أعلنت الفصائل عن إضراب شامل حدادا على أرواح شهداء جبل النار مجزرة مستمرة من الاحتلال ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لكن الشعب الفلسطيني متمترس على حقوقه ولن يتراجع عن هذا الطريق الوطني الفلسطيني في غزة يخيم حزن أسود بعد ارتقاء ما يربو على أحد عشر شهيدا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية حالة من التضامن هنا تثبت أنه مهما طقت الجغرافيا بدكتاتوريتها ومهما أسر الاحتلال على فرض واقع الفصل بين أزاء الوطن الواحد يبقى الفلسطينيون موحدين أمام وحدة مصيرهم هناك غصة في القلب وألم يعني دماء تنزف كل يوم كل يوم شهداء كل يوم مجازر هذه يعني مطلوب منظمات حقوق إنسان تحقق في هذا الأمر نحن لابد من أن نكون موحدين ضد هذه السياسة ضد العربة شعب تمرس على خوض الإضرابات تماما كما تمرس على الركض بين الرصاص والعيش في استثنائية مفرطة حتى باتت هي الأصل في الحالة من خلال سياسة فرضها الاحتلال ولا يزال ظالم هو الاحتلال في كل شيء بيد أنه بارع في توزيع الموت على الفلسطينيين بعدالة وإنصاف قصفا قنصا أو حتى حرقا لا غرابة في ذلك إنها إسرائيل فؤال جلاد تلفزيون فلسطين قطاع غزة